ناقشت لجنة تأبين فقيد الوطن محمد عوض القنبلة مدير عام المصائد السمكية بمحافظة أبيان بمكتب الإعلام التجهيزات لتنظيم حفل التأبين وطباعة كتابه الذي يحكي عن حياة الفقيد ومشواره الحافل بالجهد والعطاء وخلال اللقاء أشار الدكتور ياسر بعزب مدير عام إعلام أبيان نائب رئيس اللجنة التحضيرية لتأبين فقيد الوطن إلى أهمية بذل المزيد من الجهود وإخراج حفل تأبين يليق بمكانة فقيد الوطن وتاريخه النظالي وعلى صعيد متصل ناقشت دكتور بعزب مع فلسطين عبد عثمان تنظيم عدد من الفعاليات في مجال صناعة السلام وتنمية مهارات الكادر النسائي وتعزيز دور الإعلام في مناصرة قضايا المرأة في محافظة أبيان